بسم الله الرحمن الرحيم نأتي الآن إلى مهارة التخطيط للجودة ونذكر في البداية بخطوات التخطيط للجودة هي أربع خطوات الخطوة الأولى تحليل الوضع الحالي والوصول إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ثم تحديد الرؤية والرسالة وهي التنبؤ بالمستقبل ثم تصميم وصياغة الخطة وفق الرؤية والرسالة ثم التنفيذ والرقابة والتقييم لو أتينا إلى النقطة الأولى وهي تحليل الوضع الحالي سنستخدم التحليل الرباعي وهو تحليل سوات سينتج لنا التحليل الرباعي جوانب القوة وجوانب الضعف وهي عوامل داخلية ثم الفرص والتحديات وهي عوامل خارجية أي خارج المؤسسة المطلوب من خلال تحليل سوات بعد أن ننتهي من التحليل المطلوب أن نحول جوانب الضعف إلى قوة والتحديات إلى الفرص ثم نستفيد من عوامل القوة التي تمتلكها المؤسسة للاستفادة من الفرص الخارجية إذن من خلال تحليل سوات ستنتج لنا كما قلنا عوامل القوة والضعف وهي عوامل داخلية ثم عوامل الفرص والتحديات وهي عوامل خارجية والمطلوب أن نستغل عوامل القوة في تحويل نقاط الضعف إلى قوة والتحديات إلى الفرص ثم نستخدم عوامل القوة للاستفادة من الفرص الخارجية ثانياً تحديد الرؤية والرسالة وهي التنبه بالمستقبل ويجب التنبه إلى أن الرؤية والرسالة تعمل على نقل المؤسسة من وضعها الحالي إلى مستوى مرغوب وطموح ويجب الالتزام بمواصفات سياغة الرؤية والرسالة وكذلك إشراك جميع من قاموا بتحليل الوضع الحالي للمؤسسة في تحديد الرؤية والرسالة ثالثاً إعداد الخطة الخطة تتكون من أولاً الرؤية ثم الرسالة ونحن ذكرنا أنه يمكن أن نشتق من الرسالة عدة أهداف وأيضاً نحدد لكل هدف مجموعة أنشطة ثم لكل نشاط التكلفة المالية والمدة الزمنية التي سيحتاجها تنفيذ النشاط ثم نحدد بالضبط من مسؤول النشاط ثم آخر نقطة في الخطة ستكون لدينا مؤشرات الأداء هل النشاط نفذ أم لا أو ما الذي نفذ من هذا النشاط بالضبط رابعاً التنفيذ والرقابة والتقييم التنفيذ يتطلب الآتي جدولة المهام حسب الزمن وتفصيل الأنشطة والتبليغ بها وهذا يعني يقوم به مسؤول تنفيذ الخطة ثم الرقابة والتقييم تتطلب الآتي تقييم فعالية العمل هل سير الخطة يتوافق مع الأهداف والمواصفات وأيضاً تقييم كفاءة العمل هل الكلفة والزمن المستغرق كما حدد له في الخطة أم هناك اختلاف أيضاً تحليل الفجوة إن وجدت إن وجدت الفجوة فلابد أن نحللها ونعرف سبب هذه الفجوة لكي نتدارك وقوع الأخطاء ثم مراجعة الخطة وربما تعديلها إن تطلب الأمر ذلك لو جينا لهذا الشكل التوضيحي يوضح لنا دورة التخطيط للجودة سنجد أنها تبدأ بتحليل الوضع الراهن ثم الانتقال إلى تحديد الرؤية والرسالة والأهداف المنبثقة عنها ثم إعداد الخطة ثم تنفيذ الخطة والمراقبة والمتابعة وفي هذه النقطة سيتضح لنا أحياناً أن هناك بعض الأخطاء وأن الخطة تحتاج إلى بعض التعديل نذهب لتعديل الخطة ثم ننفذها ثم نرجع مرة أخرى لنراكب ونتابع تنفيذ الخطة وسنجد أن هذه الثلاثة الخطوات قد تتكرر باستمرار أثناء تنفيذ الخطة بعد أن ننتهي من تنفيذ الخطة سنعمل تقييم شامل هل الخطة أدت ثمارها؟ هل حققت أهدافها؟ فبعد ذلك بعد فترة من الزمن تحتاج المؤسسة أيضاً إلى عمل تحليل جديد وتحديد رؤية والرسالة ربما جديدة إذا تغيرت الظروف أو تم تحقيق الرؤية والرسالة السابقة أعتقد أن هذا الشكل يوضح لنا دورة التخطيط للجودة المطلوب الآن أن نذهب إلى الأنشطة المصاحبة في الموقع ونقوم بتنفيذ النشاط المطلوب